اي نعم نعم ان شاء الله بس ماكو شي يعني اليوم احنا يعني اولا واف اسفوظ لي العفو ذات اسمح لي حتى ما نصد ديكتاتورين احنا ناخذ راي الشباب وشي بس اولي اللي اقوله انه بما انه يعني جمعة مباركة وانصار الهدف انه على التحريك وفي مادة وارجعية نرجع لها نعم نخلي نخلي البروتوكول مثل ما يقولون بس مولا ليش البروتوكولات يعني البروتوكول للعمل حتى ما نحيد على الخارطة الطريق يعني خارطة الطريق الشرق عمساطية جديدة ما نحيد عنها ايه شون الشباب يتفقون شون الطريق اذا ناخذ ساعة خلاص ساعة مركزة ما بيها من نام نام لا انا برايه يعني هي الفيديوهات الفيديوهات هي اللي راح تقيدنا يعني هي اللي تخلينا شونو نتكلم بشونو انا نبينسوي او شذي منهجية ليش لا خلينا أوكي الحين الشباب أمين أميرة بودانسيا نواف أوكي مرتبط ما يرى الحين عموماً موجود مرتبط الهيس عن اللي كنت تتكلم ويا وانا موجود يتكلم على الهيس طيب تمام هاللسكواش طبعاً هي من الاثنائش عندنا خانواقف عندنا هني سكواش انستريتش اللي هي هادي الكرة طبعاً هي معطي مثال الكرة إنما ينطبق على أشياء كثيرة يعني هذا أحلى شي أنا شفته يعني إنه هذا العادي وهذا شفته سكواش وهذا مبدأ الأول سكواش ثاني ستريتش الثاني انتسبايشن الانتسبايشن على فكرة من البداية أنا طرق أتعلم معاكم يعني يمكن شوي أخبر منكم أو سابقكم بالتعلم ولكن أنا مستوي ناس مستواكم يعني لا تطلبون مني شي ما عارفه راح أقول لكم إذا ما عارفه راح أقول لكم ما عارفه فانتسبايشن يعني أنا عارف شنو شنو تسوي إنما ما عارف شنو ترجمتها بالعربي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلاً 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 مرتبة الانتسبايشن اللي إيه يرحرك إيه يقع يسجل إيه يقع يسجل الانتسبايشن الله أهلاً هي الحركة اللي تسبق الحركة الرئيسية يعني شوفني رجع إيده لي ورا بعدين طقليج الدام في ناس اللي تسوي أنيميشن على طول طقليج الدام شدي فتصير ما فيها انتسبايشن ما فيها روح منواف هنا تحرك بأقواس دائماً الإنسان يتحرك كل حركاته على شكل قوس ما ممكن القوس تبطع الخط مستقيم نعم فهو يشير النار اللي حاضتناها شوي بطريقة القوس واللي ما على الجسم الميل تقريباً في خط مائل على شكل قوس بس هي في حركة شوف هذه الحركة يعني هو هني كان شوفني واقف يسمونها التهيئ يا منواف يهيئ روحها أيوة يا سلام عليك أيوة قاعد يهيئ التهيئة للحركة الرئيسية يعني هيئ نفسه هني علشان ممتاز شوفني نفس الشيء نزل تحت أول شيء بعدين صعد فوق شوف يعني حين نربط شنو هني نربطت شنو حركة السكواش مع الانتسباشن يعني هذي نزل اللي تحت معنها بالسكواش هني شفناها مساء نزل اللي تحت همسموها سكواش يعني هذي شوفي في أماكن كثيرة رح تلقى فيها مبدئين مدموجين مثل الحين اللي صاير معنا يعني الحين هذي سكواش نزلها للتحت إنما بنفس الوقت أيها انتسباشن اللي هي قاعد يهيئ نفسه قبل الحركة فهذا الانتسباشن اللي هي تهيئة شوف رفع ايدة أول بعدين حطها شوفوه شوفو الفيديو كله انا راح امشي شوي شوي عليه بس انتو راجعوا أفضل اكتب بس 12 Principles of Animation راح يطلعوا لك هذين فعندنا الثالث هو عموما الترتيب يعني عشوائي مو بالتدريج يعني مو لازم عوشي هذا بعدين هذا بعدين هذا شوفو هذا بنواف مثلك واحد بهيئة نفسه مثل إذا بياخذ أو بيمسك القلم على نفس حركة القلم قبل ما يمسكه له اين عموما يعني حتى الحين مثلاً واحد جالس يبيقوم تلقى أول شيء يرد ظهره لوراه عشان يوازل نفسه أول شيء يرد ظهره لوراه هذا الانتسباشن بعدين يروح لجدام هذا هي الانتسباشن يعني في مبالغة يعني بالكارتون يبالغون فيها وايد يعني مثلاً شوف هذا رفع ايده لفوق رفع ايده لفوق عشان يدخل ايده تحت شوف عشان يدخل ايده تحت رفع ايده فوق عشان ينزل ايده تحت شوف هني يرجع لوراه جسم رجع لوراه عشان يطق بالمسدس الانتسبايشن وايد يعطي على فكرة الانتسبايشن يعني اكثر شي يبين بالانيميشن اكثر يعني والسكواش والستريتش بس في شغلات مثلا خلديش على الستيجين الستيج وهو الفريمين يعني يمكن presentation of any idea so that it's completely and unmistakably clear يعني ما في أخطاء كثيرة اي 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 صح staging يعني عشان تركز على شي اي عشان تركز على شي staging ضروري يعني عشان تركز تبي المشاهد تكون عينه على 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 idea اللي انت تب توصلها لا تسوي لها لخبطة بالمشهد لا تسوي لها لخبطة بالصورة شوف شون يشرحها هني شوف اول شي تسوي هذا اول شي تسوي هذا العين عليه بعدين طلع الجمهور قاعدة تكون عليه عكس اذا سوها بها طريقة هذي غلط هني العين شوف شون تروح العين تتلخبط العين شوف توزيع الكاركتر بالStage اللي هو بالفريم نسمونها staging انك انت شون توزع شخصياتك يعني يمكن هذي لها لها علاقة بالاخراج اكثر 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 من الانيميشن الStaging اللي هي توزيع الشخصية او توزيع الابطار خطوات الخطوات الاحتمال يا ابو نواد بدما قلت خطوات العمل او المراحل ما تسبق او زي كده يعني اي انك لا تشتت المشاهد ركز على 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 الشغل مالك اخراجي تايلي اكثر حلو او ما تسبق الحادثة وزي كده يعني ايوه فقط او توزع صعاة صعاة ماذا ايه صعاة 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 نظر صعاة 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 يبعد شوية, هذا frame-by-frame هذا boss-to-boss واللي بينهم boss-to-boss يعني لو تبت تسوي الحركة هذي عندك ثلاث أو أربع بوزات فضروري انك تعرف انت شون تسوي البوز يعني مثلاً هنا يبينزل لازم عارف البوز هذا شون ياي ما رح تحفظونهم من بداية بس شوي شوي مع الاستمرارية والمحاولات والمزاولة رح تشوف نفسك بديهياً رح تعرفهم يعني بوز بوز-to-boss أو straight-ahead اللي هو frame-by-frame follow-through overlap follow-through يعني المشكلة يا أخي ما لا ترجمه بالعربي ما دي شوان ترجم بالعربي ما دي شوان ترجم بالعربي يعني follow-through اللي بونز الرئيسية واللي تتبعها بس هين يشوف هذا الحركة يعني أول شيء المركز هذا اللي هني تحرق للأمام وهذا ضل لي وراه بعدين بس وقف هذا هذا راح لي جدام ورجع overlap 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 يعني تبعها أيوه تابع 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 للبونز الأصلية بعدين مع العظم راح تشوفه انه راح يتبع العظم العظمة اللي قبل نعم شوف وقف راح تفناك ورجع تعد هذي overlap نفس الشيء ينطبق على الجسم شوف في anticipation بدين راح شوف يعطيك يعطيك الإيحاء يفرق هذا feather وهذا tv antenna aerial تلفزيون يعني لا تأثيره ولا رسالة يوصلها يعني فيها ارتداد الحقي الحركة أيوه overlap راح نوصل لها راح نوصل لها شوف الكوع follow أوكي slow in slow out حلوين حلوين إذا الواحد يتعلمهم بس حلوة يحفظهم الواحد نزين ويتذكرهم وقت الانيميشن ممتاز أنا بالنسبة لي بصراحة ما حفظتهم يعني عرفهم شنون بس ما حفظتهم بصراحة لأنه ما زاولت ما استمريت بالتدريبات slow in slow out طبعا ease in ease out نفس بالبداية حركة بسيطة وبالنهاية هم حركة بسيطة بحيث إنه يصير البداية والنهاية smooth مو فجأة يتحرك وفجأة يوقف يوم بنواف هو يعني لازم البداية تكون بطيئة وبعدين تبدأ السرعة وبعدين بالنهاية يتباطع لأن ما ممكن الدسم يبدأ بسرعة منه ولا لحظة ولا ممكن يتوقف بسرعة بالنهاية بنفس اللحظة يعني بطيئة بطيئة أي أي يعني شوف هذه هذه فيها تسارع يعني أي نعم هذا صحيح إنما في بعض المرات رح تلقى نفسك لا ما تحتاج slow لازم تسوي يسمونها linear حركة linear مثل طلقة الرصاصة مثلا هو واحد خبط بحيط مثلا هني يوقف فجأة ما في شيء ما في تباطع عرفت؟ مثلا اثنين صفقوا مع بعض سلموا على بعض شيء طقه شيء مع بعض ذلك خلاص توقف وقفة وحدة ما في تباطع يعني فيه رح تلقى نفسك في أماكن تسوي slow إنه slow out وفي أماكن لا تبيه linear يوقف هو صحيح كرامك ابو نواف الخالي هو لذلك هذا المبدأ يطبق بمواقف الحركات يصبح لها الحركات الضدية يعني اللي بها تضاد مثلا واحد واقف ونوب سانيته يركض واحد أو يقفز هو واقف واقف بعدين واقف بعدين سانيته يجري بعدين يرجع الى واقف فهي بهاي المواقف يستحلم أما اللي قلت عليها صحيح مثلا أو كده أيضا بها تضاد هذا الموقف مواقف ني أنا هذا قصدي قصدي إنه فيه رح تلقى نفسك وهم ليش حطوها بالـ لأنها ضرورية في بعض الأماكن تحتاج إنك slow in slow out وبعض الأماكن لا ما تحتاج تبي اللي هي عكسها اللي هي الـ اللي هي الـ اللي هي توقف فجأة وتحرق فجأة عندنا الأرك رغم سبعة الأرك طبعا اللي قلت عنه بودانسيا الأرك هو اللي يعطي جمالية لكل شيء بالـ فلازم أرك لازم أحلى إنك تسوي البوز مالك البوز دايما تحاول تسوي مارك قوس على شكل قوس سبحان الله ما أدري هل يعني هو فيزيكس بالخلق يعني إنه يصير القوس القوس هو عشان المرون عشان الحركة تكون عشان تكون الحركة مرتبة وفيها مرونة ما تكون حادة هي حتى فيزيائية أخي مرتضى حتى فيزيائية يعني علميا تبتوا أنه جسم الإنسان يتحرك بشكل عقواسي ذات تابع يعني حركات الإنسان ذات تدرسها هي تحرك أقواس يعني مارن يكون مارن بالشروحات راح تبين معانا ورح نتدرب عليها يعني إن شاء الله مشوار طويل يا شباب ترى مشوار طويل يعني لا تستعيلون شوي شوي خلينا نستفيد كلنا يعني إن شاء الله إن شاء الله إن زيل عندنا secondary action راح نمر عليهم هذه الحين مو معناته خلصنا منهم لا راح نمرهم كلما نمر على على principle معين راح نرجع هنا على الفيديو هذا ونشوفه يمكن راح نشوفه عشرات المرات يعني إن شاء الله فنروح على secondary action رغم ثمانية اللي هي الحركة الثانوية في حركة أساسية وفي حركة ثانوية شوف هذا يوقف شوف الباجي شون يوقف ما يوقفوا كلهم مع بعض شوف لازم شي بعد شي شوف إذا هذي بس إذا هذي قعد تحرك بعد هذي الحركة الثانوية موسيقى 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 نعم، ليه لانه أنا هذي يعني راجعتهم مايد كثير قبول يعني بس تدري أشغال شوية الواحد أبطل فالحين أنا بكم، يعني أتشجع معاكم صراحة يعني حتى انا ودي اتعلم الانيميشن بالطريقة هذي فهادي secondary حلوة تعطيهم ما يصير الحركة جامدة secondary وايد حلوة يعني شوف قا يحرك حلجة بس راسك اللي يتعرك وايد حلوة هم الضرورية للجمالية التايمينغ تايمينغ طبعا هني مربط الفرس كل شي بالتايمينغ لو تلاحظ انه في وايد مسلسلات تلقاها طبعا مصريين طبعا هم السباقين بالسالفة هذي فتلقاها كثير قبل كانوا يسوون الحركة تلقاها بطيئة لان التايمينغ مو مضبوط الحين لا الحين يعني صادوا الحركة خلاص عرفوا انه لازم رفرنس التايمينغ لازم رفرنس في ناس طبعا خلاص تمرسوا ويعرفون ويضبطونها بعض الحالات انما بأغلب الاحوال الانيميشن لازم رفرنس يعني حتى جيسون اللي هو أفضل انيميتر بالعالم هو يقول انا ما اشتغل بدون رفرنس اذا ما عطوني الناس ذي اللي يبوني الشغل رفرنس انا امثل واسوي الحركة لان التايمينغ تعتمد على الريفرنس والتايمينغ ضروري يعني ما تقدر يعني ما تقدر تعرف توقيت هنا الحركة وين يبدي اذا ما عندك الريفرنس ما ممكن تحفظ حركاتها ما ممكن يمتع تبدل الابتسامة ويمتع تنتهي الابتسامة ما ممكن فلازم اكون رفرنس الريفرنس اللي هو المرجع فيديو مرجع مثلا انا ابي اسوي حركة مثلا بس ما ادري كم ثاني يتتاخذ مني يعني مثلا بقوم من الكرسي اللي انا قاعد عليه بروح المكتب هناك يعني بعد خطوتين وبقعد الكرسي الثاني بالضبط ما ادري كم فريم احطها فشون اسوي اسوي الخطوات بالضبط اقعد على الكرسي واصور نفسي قاعد اقوم اروح اقعد هناك وايه بالفيديو ودخله بالماية راح اعطيكم انا الكي فيديو هو نزل الفيديو مع الكيات مع كل شي يعني كريفرنس شغله داخل الماية موجوده هو بسي جي بير راح اقول لكم عليه نصور الفيديو راح يطرق لها بالكورس راح يطرق لها ونوصل لها ان شاء الله فعشان نعرف التايمينج بالضبط كم ثانية اخذت كم فريم راح نعرف من كم ثانية راح نعرف كم فريم فرح نمشي معه بالضبط فالتايمينج شي ضروري هو شفت كل انيميتر حط امامه مرآت وشوف فيها بالضبط بالضبط اي نعم اي نعم المرآت التعابير الوجه ايه ضروري ضروري فعندنا X X generation ماذا ما ادري شين غازة خلينا نشوف المبالغة بال حركة المبالغة اهام ايه المبالغة لانه ذا الانسان يبقى على نفس الحركات الطبيعية بالتحدي يعني اشبه روتينية مملة الصيف يضع نوع من الاتارة بالمبالغة بالحركة اي نعم طبعا بلغ هذا ما يميز الكارتوني يعني غير واقعية لكنها في جمالية من كذا الناس يحبوا الانوميشن عن الكارتون ايوه ايوه تا حلو شوف شون هذا العادي هذا شوي مبالغ فيه من ضمن المبالغ ابو نواف متى تعمل أو ضاقف وال島 غضى ايوه, ايوه دعونه ايوه ايوه او واحد يَسقط من عماره ويضح تاحت ما يموت يعني زى كذا مثلا ايوه ايوه صح دعونه 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 تعتمد على البوز كثيرا يعني هو يقصد هنا أنا أبنواف أعتقد أنت تخيل أن الأشياء لما أنت تتحركها أو ترسمها أو الحيز شقد تأخذ حيز؟ شقد تأخذ مكان بالفراغ الموجودة بيه يعني تتخيل الشيء شقد ياخل؟ شقد مساحة؟ لا، الفكرة واضحة أنت كل القياسات مضبوطة كمنظور الثلاث الأرواحات، طرل بالموقع يعني ما تحط العين مكان غلط ولا تحط مكان غلط هذا واضح يعني شون ترسم صحيح؟ شون تتعين بها بس عموة إذا كان الرسم حلو والأناميشن مش مضبوطين هذي كله حدي وصناتين هذي كله روح هو هذا المبدأ كله ما اعتمد على الشام وعلى المحرك بس ضروري الأنماتور يعرف أنه مضبوط بالنظر بالعين يعرف يعني لا والنساسيات يعني يمشي عليها شيء على السرين يعرف الأخطار الجاية يعني شوف أنا شفت أنا solid drawing شنو كان يعني بس هذا ما لعد يشرحها عادة يمكن شوف 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 وقفته أنا قصدي solid drawing يعني إذا صار silhouette إذا صار black and white تشوفه تعرفه هو ش قاعد يسوي هذا القصد شوفني مثلا هو مش يقول لك يعني ما تعمل الأيد وارا ولا أيوة 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 بالضبط بالضبط هذا كلامك صحيح أمين هذا الخاصة يقول لك لو تردك أسود و أبيض ذي يبين تعرفه أيوة أيوة بالضبط بالضبط إن تصير الحركة للكاميرا واضحة يعني الإيد هذا مثلا ما تصير ورا الجسم هذا ما تدري وين الإيد أو الرجل هذا تصير ورا الرجل الثانية ما تدري شنو وضعها لا تكون يكون كل شي واضح بالكاميرا جميل جميل حلو ممتاز شوفني كل شي واضح طيب الأبيل الأبيل طبعا اللي هي القابلية أو قبول الشكل هل هي قبولة أو أو كوميدي شكل يعني الشخصية اللي مات مثلة مثل هل هي كون الشخصية خيرة يعني تعابير أيوة أيوة شريرة تطيها تعابير اللي يكون توحل هاي الشخصية حلو يعني توضيف حلو يعني توضيف الشخصية ما تشهد صحي واضع يعني كيف توضيف الشخصية على الشهد حلو جميل تمام أيوة شوف شوف شون شوف شون سوال كل واحد كل شخصية على شكلها يعني كانت عادية مثلا كانت هني شوف عاديين كله تسامهم شي لا سووا شدي غير فيه غير يعني عطى البوز الصح عرفت هذا كله بوز بالعظام ترى ها كله بوز بالعظام شوف هذا بالكسبريشن هذا بوز عادي هذا بوز بالكسبريشن شوف هني ايه هذا اثنين الى واحد الرسم سهل بالنسبة لي يعني صاعد كثير في الكراكتر يعني ايه نعم ايه نعم شوف هين شون سوالك يا شوف شوف هني شقدر هني ما في شوف عادي يعني اه شوف هني مو عارف انت هذا شنو أصلا هاضي الابيل ان شوف ايه شوف الله فرق فهذه هي إن شاء الله شوي شوي لأن يعني يمكن مرات في حركات فيها كل الاثناش مع بعض مشهد صغير تلقى فيه كل الاثناش مع بعض فإن شاء الله نوصل له يعني عموما شنو إحنا في موجود بالدرس العاشر الأخير هني تكلم عن شنو؟ هني أشوف بس ايه عن الكي هذا الصدق أنا بصراحة ما استخدمته هذا عن slow in and slow out يعني شوف في طريقتين في طريقة الـ iAnimate يستعملونها اللي قاعد يدرس فيها عمر قنديل وفي اللي يسوونها بجينمون اللي هم درس فيها جيسون ريان جيسون اسمه ممكن أعتقد طريقة جيسون ما يستعمل لـ Graph Editor نهائيا يستعمل الكيات يعني شنو مثلا شوف هني شوف شنو سوى هني سوى تسارع هني يعطي الـ Wait الحجم الكي إلى الكي اللي قبله عشان يصير تباطع أقل الظاهر ياخذ النسب في الوقت بنا وابحة حسب النسبة اللي ياخذها الأكثر اي نعم على الكي اللي قبل يعطي يعني تقارب الكي اللي قبل أو الكي اللي بعد يعني هذا إذا سوينا تشيدي طريقة هذي خلن نسرع شوية هرقا تغطي Alt مع V Play شوف فيه Slow In Slow Out إذا فتحنا الـ Graph Editor السريع راح نلاحظ هني عندنا الحركة وين بالـ X صايرة الباجي كله ما لداعي لأنه ما علي أي حركة فعندنا Translate X اللي هي هادت فيطلع لنا هذا الـ Graph فنلاحظ أنه صاير مثل حرف الـ S اللي هو فيه Ease In و Ease Out بنفس الوقت فعشان سويه Linear نقدر نضغط هذا فصار كله على خط واحد حين الحركة ما فيها تباطع تسارع على طول بس خلينا نسويها خلينا نحطها 73 خلنحطها شوية هني نقول لـ 74 عشان يبين معانا اللوب شوف ما في أي تباطع إذا خذنا هذا قلنا له عطنا إياه سولنا إياه Ease In شوف بالنهاية شوية يوقف يبطع شوي هذا التباطع نقدر نضغط F بس نشوف نقدر نخليه أقل أعتقد هني هو راح على Curve Weight Tangent Weighted Tangent وأعتقد داس هني شغله مو Auto Free إذا في Free موجود Free Free Tangent Free عشان تعمل Free Tangent عشان تمغط الكياب تقدر تحكم فيه أيوه بس أنا بمقطع بروحه تأشر عليه تحدده أيوه وين نروح بالTangent هي ولا بالكي لا مو بالكي هي هني تحت تحت أخر شيء أي Weighted Tangent وبعدين تروح على مكان ثاني بالTangent من فوق الظاهر من نفس الأيقونات اللي فوق على طول لا أخرى في الأيقونات Free Tangent وهني Free Tangent موجود آه آه خلنا نغلط شيء ونقوله Free Tangent بس ما سوى لي ما سوى لي لا يمكن يمكن تختار أول هذي وبعدين تعمل Free تجرب نوار أبو نوار فأضم جديد ما تحتاجد أيوه فقط مزبوط مزبوط أي أوكي كا هذي Free قاعدوث دي أضغطها ما فصل لي إياها قاعد يفصل لي أي أوكي أوكي صح صح شدي صح قاعد تبعد مع هذيت بس أوكي أوكي اللي هي Free Tangent يعني الحين إذا نبي نسوي التباطئ أكثر يعني شوفني شوفني ونقدر نقص نبين من نقص هذي تنفع حكي شنو إذا عندنا كرة يبين نصاعدها وننزلها يعني شوف مثلا نبي نسوي Bouncing Ball مو Bouncing إلي هي باس فوق تحت إلي عندنا هذي Key نيكي بالنص ساعد فوق كي وإذا رحنا آخر Frame ثمانية وثلاثين شوف في تباطئ شكلها منكرة يعني إذا رحنا على Graph Editor نحن بال Y اللي هو صعود ونزول Translate Y نقدر نقشر عليه Translate Y وندوس F Translate Y ندوس F نلاحظ أنه في Ease In و Ease Out يعني هني قاعد تبطئ هني عندنا وهني قاعد تبطئ فنقدر ناخدهم اثنين هم طريقة هذي ونقول له Linear منطقية أكثر وممكن نزيده بعد شوي هذا ناخد تانجنت هذا نزيده شوي يصير الطاقة أسرع شوف طن 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 أكس مساء مساء كان بالطريقة هذي دخلينا Ease In Ease Out ومنطقية شذي شذي أفضل يعني هذا الحلو بالكير تخيل Jason ما يستعملها الطريقة هذي تخيل ما يستعملها يعني إذا صار عنده HD Default إيه هني بالمدل ماوس يعطيها Key وهني بالأخير مدل ماوس يعطيها Key أبو الوارف هو هو Graph Editor عموما يعني الأغلب أنه هو لتحديد الحركة ما يبدي بي حركة بالصفر مستحيل أي نعم ميناء صح إنت من الوقت تخلي المفاتيح مالتك الغراف يعني كل العمل مالتك يساعدك تعدل بالحركة أي نعم أي يعني يعطي يعطي مثل يعني ماذا أقول منطقية مثل منطقية يعني تصير مثل منطقية تصير الحركة تتعدل بالحركات المالتكرافية بس ما ممكن تبديم بالصفر أوكي بس يعني ما في شيء يعني العاشر الفيديو العاشر آخر شيء ما في شيء أنا الحين راح أدزلكم من 11 إلى 15 ونشوف عن شنو يتكلم في صعوبة شيء شفتوا من الفيديوهات القديمة يعني أنا شوف هذا كله إشارات بس اللي مبتدئين مثل النواف يعني ممكن تشاف في صعوبة شوية عليه هذي طبعاً قاعد يباعد ويتجرب الانيميشن ما راح تحتاجها أصلاً بحركات The Character Animation يعني هذي نفس الشيء إذا تبتسوي حركة ساعة يعني واضح كان شارحة شارحة صح هاذا motion graph أكثر أكثر من الانيميشن يعني يعني بالبداية هذي بس قاعد يعلم يعلم الانيميشن شنو هو وشنو الكيات شون تستعملهم يعني لي الدرس العاشر هذي راحنا على 11 هنشوف شنو بسوي نسوى scanning هني درس 11 كلها scanning تغريباً يعني هذا كلها الحين صار قديم يعني مع الدلتة مش يسوي لك هالسوال فاذي كلها بس إن الفكرة و بس شوف شوف بنواف إذا أمين أو بودانسيا يحب إني إيش راح يعني في الانيميشن لأننا شوفوا ما شاء الله عليهم إي إيه إيه يا رايت والله بالعكس يعني اللي عندها فكرة يوصلها لنا يعني لأنها لقد تلك أنا نفسكم ترى ما يمنع حلو ما يمنعنا والله إذا أحد إذا أحد فينا يعني إيه أحسنت أحسنت صح صح نشوف الشباب يعني عشان يحضر للدرس يمكن عشان وقتك ضيق شوي بس شوف أنا من رأي يعني خلونا نمشي مع الفيديوهات يعني لا يعني خلونا نقول لا شين سوونا لا نفتي أرى لأن لأن أنا إذا استرسلت يعني ممكن أطلع لك شي يعني موجود بالفيديوهات كلها أرى فما أنا بنطلع عن الفيديوهات لأن الفيديوهات بالفعل يعني أنا أول ما شفتهم بيعت ضيعت حيل كرحت الانيميشن أصلا عرف؟ فيبيلك بالفعل يعني تمشي معاه خطوة خطوة يعني خاصة هو شرحه مو كثير يعني دقيق مو كثير دقيق حتى هو قال يعني في مكان قال إن أنا اسمحولي يمكن أنسى مرات بالفيديو وإني أتكلم حتى بالفعل ذو قال مرات يسكت يعني هو فنان وصحيح هذا بس إنما بالشرح الشرح يبي له هم فن فن آخر يعني الشرح فن توصلي الفكرة أي أي لا هو إذا أسمح لأبونا فالفكرة وما بيهاني يعني كرأي ما أحرف يعني ذلك أفهمين أنه كل تشاهد الفيديوهات نعم من إتشاعتها تطلع فد يعني خنقول نسبة فد نسبة معينة أنه يفهم منها الفيديو يحن يكون يتابع هنا أنا مرات نجي مرات نجي نشرح ما راح نشرح الفيديو بحذافيرة أو فد كذا الرائبي تسلسل لللي حاضرين شون يعني يعاني هذا الرجل مثلاً إحنا هسا من نتكلم على الـ Time Editor وبعدين إحنا سونا الـ Time Editor مباشرة إحنا وين صار كلامنا على الـ Graph Editor واقع الحال المفوض إحنا الـ Time Editor نأخذ بيه أساسياتي اللي حتى الجميع اللي حاضرين التحريك يصير عنده فتصورة أساسية بيه يعني مثلاً شلون أنا حتى توصل فكرة جوز تعبيري مثلاً هو دائماً الواحد من يحرك دائماً الحركات هي تتابعية الحركة 90% من التحريك هو تتابعي يعني الحركة اللي بداية الـ Time هي نفسية اللي بالنهاية نعم بالتالي اللي يجي مثلاً من نريد نقول إحنا باليابة نقول راح نحرك الكرة راح نحرك هنا نطيها مفتاح ونقدر نفس المفتاح مثلاً النسخة هنا الوسطية راح نقدر نغير بهاي التفاصل بعدين يلا نروح للـ Graph Editor لأنه Graph Editor راح يغير به مفاتيح بس هنا الفكرة الأساسية الجوهرية يم التاني لتا خلي نبطي وقت يعني يعني ما نبقى نخلصها بالفيديووات وإحنا ما طالعين بالزبنة الأساسية الجوهرية شوف سرت الفيديووات الفيديووات اللي طافت هذه للعشر يعني هو للاحين ما تكلم ترى عن animation هو قاعد يتكلم أنا شوفها كلها كمبدأ الكيات شون تحط الكي شون تحرك الكي عرفت يعني ما تكلم بس بعدين إذا بنتكلم عن Time Editor انت غزق Time Editor Time Editor ترى هو ما ياب بصير تكلش لأن ناصرهم قديم هذا ما كان في Time Editor يعني هو تكلم أكثر شي عن شون انت تقدر تحرك الكيات الكيات بس يعني عشان تتأقلم مع حركة الكيات يعني مثلا هو سوى هذا مثلا خلينا على السريع بس أوضح الفكرة مثلا خلين نقول هذا وسوى شون سوى سوى شذي شون نقال لهم شي سمونا ديتاج أنا بس بافصل ال ديتاج حلا اذا تفصل حدد شو اسمه تقدر الـ Edge حدد Edge ايه بس فصلتم خلاص يا الـ Edge يا الـ Vertex هذا الحين تقسمه كل واحد لحاله يعني الحين هذي لكلهم لو نفتح الـ Outliner يعني هو الحين اللي طاف كله ترى تدريبات على الكيات يعني شوف الحين صار عندنا هذي لهم من واحد الى ستة عشر كيوب حط لهم هني كي بلو فريم عشرة مثلا نلفهم ليش تلفهم مع بعض مفرض ما يلفهم مع بعض ايه صح لازم فريز تسوي لهم هني تلفهم جدي تعطي 180 مثلا تعطي الكي الحين نشفت وتشيل الكي هذا تقشر على هذين وتيبه لهني شفت تشيل هذا وتيبه لهني شفت يعني شوف الحين شفت قاعدو سشفت وحرك بالكيات انا وقاعد اربك على هالشي هذا كاننا قاعد نقول لا افصل لنا هذا ما انا فيه خلاص وحرك لكيات طبعا انا هذا ما سوي بطريقة هذي بالنسبة لي انا يعني هذا يسوي لي انا سكريبت يسوي لي الطريقة هذي بس هو طبعا مو الهدف انك شون تسوي الطريقة هذي الهدف كان من انها تعرف انه انه shift و left click تقدر تسحب الكيات هذي هذا المقصد يعني هوان احد الشباب شفت البارحة والبارحة على كانت تعليقنا جميل انه صحيح كل واحد لازم يخلي اما دكتر ملاحظات يثبت حتى نطلع بالزبدة يعني ماكو داعي انه نسمع انه مثلا هنالا من نجي نتناقش نتناقش على اللقات محددة ونمشو اياها على نفس الوال الفيديوهات يعني كلامك ابو نوارف صحيح نحن مانعو في خريطة الفيديوهات اللي جايب تابعها بس شنو قصدي قصدي القشور ماكو داعي نحن ناخد من وقت ليه بيت بوضب بوضب بو نوارف طبعا انا مسجل ملاحظات مهمة نحن نحن بعين رجح ما اكيد احنا هذالكورس ما رح نطلع منها ابدي يعني اي اي عنده ملاحظة عنده استفسار عنده شيء لازم يقوله عشان الكل يستفيد عين لانه مو متخصصنا يعني نبدأ من الصفر والله يالله اخوي نسمع اخوي مرتضى يعني الملاحظات ضرورية شينو ملاحظاتك مرتضى والله انا وسط الفيديو الخامس بكرا بكامل اشوف يعني بكرا بسهولة خلصهم ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله يعني هو مثل ما قلت عنا للحين يعني مثل مثال ما ادرك هو ما ادرك اي دارس فيهم اللي الكورة اللي سويتها منوّر تطق في الارض وثم اغط وشويشو تدرجيا يغفو الضغط من الكورة ايه هادي هادي ستريتش سكواش وستريتش ما ادري هل وصلوا لقبل در عاشر انا وسط الخامس ما اتذكر فيها الدرس هذا ما ادري بتضبط اي فيهم درس ما ادري الخامس لا مو الخامس يمكن فوق العشرة يمكن اتوقع يعني اه قال لي امين لسا خلاص عجب ما بعد يمكن الاربع يمكن الاربع يمكن الاربع طاعش أو طالطاعش نا يعني سابق ننت انا راح ارفع الحين من 11 الى 15 ان شاء الله وبكرة نرفع من 16 الى 20 يعني كل يوم نحاول نرفع خمسة بس خلينا نمشي بالتدريج يعني راح نرفعهم احنا بس خلينا نمشي بالتدريج افضل بس انا لحين مقصد شنو انه ليه ليه الفيديو العاشر ماكو يعني تكنيكس الا انه شفت ويحرك بالكيات بس يعني هذا اكتر تكنيكس شفته ولا ماكو شي ثاني يعني يعني يبيك تعود اول شي على الكيات وشون تحركهم وشون سسمة يعني بعدين راح يبتدي الشغل هني هني بالتايمينج شوفوا هني تايمينج سبيس شوفوا هوا ترتيبهم مو كلهم مو نفس اللي شفناهم احنا يعني شوفوا هاته هني البرنسبول ال 12 البرنسبول منطر قايلهم طبعا البنواف الدروس الاولى هو يخليك شلون تعطي تتعامل مع الجراف اديتور يعني ولازم واحد يجرب اكتر مرة 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 لمن يعني يحفظ التكنيك اللي فيها يعني فيها خيارات في التزمين او شلون تقدم او تأخر نعم نعم معك معك معونيش ما في نويزي ما في نويزي تمام الله نعم 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 يعني شفتها يقول ما شارح الادوات لكن مع الوقت الادوات يعني لا يخاف ضد 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 اي ستبقى الادوات يدخلها في رأسها ايوه ايوه صح اي مع الاستمرارية مع الاستمرارية شوي شوي الادوات راح تعرفها صح يعني يعني شوف مثلا اذا بنسوي المبدأ اللي ما للكرة خلينا نقول هذه الكرة كانت فوق هني S نمشي 10 خطوات تنزل هني تنزل هني هس نمشي هني هس هس مثلا يعني وهني بينهم بالنص بالنص نرفع بالبداية يصير هني هني S هني S بس حين ذا راحنا على ال Time Editor على ال Graph Editor يعني حركة هذي مو صحيحة مو منطقية يعني دا راحنا على Graph Editor خلينا بس نسقر هذا شويه عشان نشوف بالضبط شكلها صح كرة قاعدة نطط إنها مو منطقية فأول شي نصلحة شنو حين طقت هني بال Y قاعدة تنزل من فوق لتحت ترانزليت Y نشوفوا هني ترانزليت ال Y مثل ما شرحنا مساء اللي تحت كلهم لازم يصيرون Linear الحين إذا حطناهم هذا Flat أو Linear هذي Linear صار Linear خلينا شوف شون تصير شكلها يعني تقريباً أوكي بس بعد يبيلهم أكثر مثلاً هذا اللي بنحركه دا بنحركه شوفوا اللاحظة الكي الثاني اللي منها قاعدة تحرك معاه احنا ما نبيه يتحرك لازم نقول له break نسوي له break نسوي الكي break بحيث إنه نقدر نحرك هذا الحال ونقدر نحرك هذا الحال يعني الحين حالياً دا بنحرك بالمدل ماوس أنا قاعد أحرك يتحركهم مع بعض لا أنا أبي هذا الحال يتحرك وهذا الحال لأنه بسوي هني قوس وهني بسوي قوس عشان تصير الطقة بالأرض صح فنأشر على الكي هني في break break tangent هذي أشر عليهم كلهم طريقة هذي ونقول له break tangent الحين هنا هذا نقدر نلفه لحال وهذا نلفه لحال حين صار عندنا قوس صح تخبط الكرة وتصعد على طول هني نفس الطريقة نسوي طريقة هذي نسوي القوس هني نفس الشي هني نفس الشي هني آخر شي نفسه فالحين راح تصير طقة الكرة بالأرض أقوى أوكي هني الارتفاع دائمًا يصير التسارع أقل طبعًا معروفة فننزل شوية هذي هني هذا نزل أكثر فالقوس هذي راح يصير عندنا بالطريقة هذي وهني نفس الشي هذا يصير مني أدنى شوي هاي يعني شغلات منطقية رسم جميل جميل بنواف حلو ما شاء الله حلو نفس الرسم كده يعني هاي ببطر طيب نفسه نبدأ طيب بنواف في سؤال فوق شوف الشات في الفيديو رقم ثلاثة هاي شوف شوف الفيديو رقم ثلاثة شنو اللي نشوفه دقيقة أربعة وثاني ستة وعشرين لما غير مكان الكي على الجراف أديتور عمل الكي على التايم سلايدر شوف دقيقة أربعة ألو بسمعني طيب معك لا هو مع شوف شوف الفيديو هاي هاد هو نعم هو حيحرك اليمين هو على على الأكس نعم نعم يا حارت من الأكس أوكي شنو المشكلة اي من لأن مكان مكان هذا كي هذا يعتبر كي لا هو أبو نوف لما يحركوا يمين يتهياء أنه عمل كي لكن الكيات الأخرين لزادوا أوه هذا وهمي احتمال كبير إنه هذا وهم الكي لا 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 ماكو شيء اسمه وهمي الكيات ماكو شيء وهمي بس هو هو طالما حاط أوتو كي هني حاط أوتو كي اي حركة يسويها على الأبجيكت يتسجل حركة يتسجل كي على طول اي حركة يعني شوف الحين خلينا نوقفه شوية نروح على هني شوف الحين خلينا نكبر شوية خلنا نقول هذه الكرة مالتنا طقت هنا ووقفت هنا مو منطقية ووقفتها فاننا بيسوي لها حركة هذا هني اللي عندنا هني من ناحية هذي العليمين تحت عندنا مكتوب أوتو كي فريم تقل يعني طقيته يصير أوتو واذا طقيته مرة ثانية يشيل الأوتو فاخنخلي أوتو الحين أي حركة شوفوا هني ما فيه كيات على على فريم ستة وخمسين مجرد ما نحرك الأبجيكت على طول سجل لي حركة وسجل ليها هني بعد بال بال حلو يا من الله بالإكس بالإكس مسجل ليها هني مالومة دقيقة وأنا وأقول بنواف شلون هذي يحرك الكورة بدون ما يضغط إس يعني أثار إن مفروض يشرحه هؤ يعني شوف حين مو على مستوى هذي أقدر أرفعه خليه على نفس مستوى هذي أو إني أخذ أروح حق هذا أقول أشوف الكي هني كم أخذ كابي كنترول سي وهني أحطه كنترول ب وأنتر صار نفس ارتفاع هذا بالضبط نفس ارتفاعه وهذا نفس الشيء الحين أقدر أرفعه بالطريقة هذي فراح يصير عندي الحركة هني أوكي أوكي نزل شوية هني نقدر نمشي شوي شوي بالطريقة هذي فراح يصير وائد سريع شوف وائد سريع الحركة هذي فش نسوي نقدر نروح على على الـ لأن حركنا عن طريق الـ ميخال شوف ترى الحين أنا أحس فيكم أنتوا شوية كنفيوز بس صدقوني شوي 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 لا تستعيلون لا تملون لا تزهقون فشوي شوي راح تتعلمون الحركة هذي هني صارت حركة سريعة حركة سريعة وائد راح مني فهو لازم يمشي شوي شوي فناخد الكي هذا بالمكان هذا ناخده نقدر نمشي شدي مثلا نكبر شوي نقدر نمشي راح يصير عندنا الحركة بطيئة الحين شوف صارت بطيئة وهو نفس الشي حرك حركت 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 من هنا من هنا shift select حركتها من هنا إذا قربتها راح تصير الحركة سريعة صارت سريعة إذا بععتها راح تصير بطيئة بطيئة صارت فأنا حركتها من هنا بس في طريق أنك تحركها من graph editor يعني دا راحنا على graph editor احنا قاعد نحرك عن طريق X axis نروح على translate X ندوس حرف ال F يحقيننا إياهني هذا هو الكي هذا الكي أخذه أقدر نمشي شدي شوف الكي تحرك عندي هنا أقوى عودي هنا تحرك عندي فوق وتحت البيت لshirt اللي هو حركة الـ Object تشوف حركت الـ Object داع تحرك فوق وتحت يمين و مكان الكي بالτηيملاين يمين يسار وكان الكي بالتايم لاين فوق تحت مكان الابجكت بالورد سبيس وكان الابجكت هذا بالسبيس ما لك viewport ما لك انحين صار بطيء اقدر هذا اقربه اهني صار شوية سريعة شوية 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 يعني لو تسوون حركة الكرة هذه الباونسنج بول بالواي نشوف اللاحظ شون ما صارت عندنا يعني شو بان ترى عندي خطأ هذا خطأ يعتبر هني في خطأ شوف في لازم يروح لي جدام شوية يعني هادي شوف هني هذا الخطأ هني القوس معدل اذا ناخذ هذا نرفه عليه فوق وهذا تغريبا نيبة شدي راح يصير عندنا حتى هذا هني غلط يعني بالنظر راح اتعرف الصح والغلط بعدين مو الحين بعدين لين تعلمون الحركة شون صايرة يعني شوف هني عندي هادي مثلا الكيي بشيلة شوف شرت الكيي صارت شوي مطقية اكثر بس طبعا هذا يروح لي هني اكثر وهكذا يعني شوي 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 لين ما تحس برحبة الكييات هادي هذا الكيي مثلا هادي حين راح اتكليك عليه ودوس ديليت مثلا يعني وهكذا هبدا بالتنقل بين الكييات طبعا بعدين راح ضروري تتعلم شون تنقل بين الكييات بالشورت كات اللي هي الـ . الـ . الفاصلة والنقطة فاصلة والنقطة هم النقطة فورورد والفاصلة باكورد هذي وعدين وايد راح نستعملها إن شاء الله بس نوصل للAnimation Character راح نستعملها عشان يتسرع لنا الشغل أكثر مو بس شدي برات انت هني ما راح تقدر تحط يعني أنا الحين على Frame 42 إذا سويت Stretch أنا قاع سوي Stretch للAnimation حين شوف حين صاير الحين سرعتها أنا كله خلنا نجرب هذا حين راح تصير الحركة سريعة صارت الحركة أسرع الحين إذا وقفت أنا هني على Key أنا مو عليه بالضبط خلنا كبر شوي أنا مو عليه ليش لأنه سويت Stretch وكانت تغير عشان أنا بوقف عليه ماني قادر أنا ماني قادر وقف عليه Key يا بعده يا علي يا على كده Key قادر أشر فأفضل طريقة شنو نندوس نندوس إذا برجع Backward كومة اللي هي فاصلة شوف شو مصار 25 فاصلة 68 هذا مكان ال Key هذا مكانه طبعاً طبعاً هشوف شي ما قدره لأنه لأنه بالماوس يروح يمشي فريم 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 هذا نفس الشي هني أضغط بال أو أضغط هذي إذا ما تبيل فاصلة هني عندنا هذي هني يوديك على الكي اللي قبل وهذي عليه خط أحمر يوديك الكي اللي بعد نلاحظ أنه الطريقة هذي يتنقل بين الكيات أول فاصلة والDot علشان نعدل في طريقة طبعاً لأنه في طريقة أنك تسوي الكيات هذي كلها على ماشية صح بدون بدون أرقام عشرية مثل هذه الحين رضحنا نحن نشوفها 25.68 نضغط double click نضغط right click ونقولها snap لسناب هذي طبعاً حاطينها هذين لأنها ضروري إنك تخلي الكيات تكون على لقم صحيح طبعاً أفضل يقولك ندوس snap نلاحظ أنه سوى لنا الكيات الحين صح أقدر أتنقل عليهم أنا بالماوس أقدر أروح عليهم طريقة صحيحة بس هذي هي الطريقة يعني نقدر ناخذ هذي لكلهم ونكبر stretch نسوي لل animation كله بس وهذه هي يعني هذي معلومة خارجة عن بس هي لها علاقة بالكيات ولها علاقة بال للدرس العاشر يعني فشنو بعد فيه قلنا هذا الأوفرلاب ما أوفرلاب حاولوا تسوون تطبيقات يعني طبق طبق كثر ما تقدر يعني اخذوا معلومة بس هذا كله الحين كله معلومات يعني معلومات عن الكيات شون تحط الكي شون تحركش لون تعدله من هني من Graph Editor تخلي linear تخلي ease in ease out اللي هي slow and slow slow up يعني slow in slow out سوال فهذه بس وبشدي إن شاء الله راح أرفع أنا الحين من 11 إلى 15 ونتناقش فيهم بكرا إن شاء الله في أي تسائل أي سؤال والله بنووخ خل هذا عاد يوم أحسن بكرا شوي وقت ضيق يعني خلو أشوف احنا مو اختباراتية يعني بكرا راح نقعد نتناقش فيها يعني شوف وين وصلنا وين سسمى أنا أتمنى إن تصير كل يوم ساعة خلاص وكي يعني مو شرط يعني مثلا عندك معلومة مثلا نتبادلها يعني عرفت مو شرط يعني نطبق الشغلة ونبي أحد نمشي مع بعض يعني هي ما راح نتعلّم الحين يبيلنا بعد يمكن شهرين بشكل يومي عشان نوصل لحركة معقولة جميل حلو قلنا نمشي معها خلشوف لي وين نوصل ماشي ما قصرت يعني وأفضل على رأيك وإحنا لازم يوميه أقل يعني إذا أقل شي في الساعة ناخل يومي أقل شي ساعة يعني خلونا ساعة أفضل لأن نتبادل المعلومات بس نتبادل المعلومات يعني اليوم إحنا يمكن استرسلنا شوي بس ما لا داعي كل هذا إحنا نمشي على الفيديوهات يعني أتمنى لكل يشوفوا الفيديو وطلع أسئلة يعني مرتضى انطرنا شوي انطرنا انطرنا بس أتوقع هاذ من 11 إلى 15 فيهم معلومات ساعة أنا ما سباك تكون مرتضى شوف من 11 إلى 15 في معلومات ترى خطيرة معلومات وايد وايد حلوة يعني الحين بدى شوي شوي الشغل يعني يصعب شوي شوي يصعب في معلومات أي أمين معك نعم اسمعوني؟ نعم 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 أنا فقط أنا شريت كرازي يعني أكتب في كل المعلومات أي بالضبط بالضبط ترى أفضل تحطون النوتس جدامكم نوتس وحطوا حتى المعلومة اللي اللي عرفتها وفهمتها لأن أنا أقولكم عن تجربة شخصية أقولكم عن تجربة شخصية أنا تعلمت الوق سايكل يمكن من سنة تقريبا ويعني سويتها إذا بعد الحين كم مرة سويت الوق سايكل مو أقل من 200-300 مرة مسويها وللحين تروح عني معلومة مو تكصير مني موانا غبي ترى أماماً أماماً بس لا لأنه معلومات كثيرة لأنه معلومات كثيرة عرفت فيعني مرة يقولك الهب لازم يروح عاليمين وقت ما الرجل تصير عاليمين مثلاً هذي مرات أنساها أنا مثلا يقول لك لا فيه أورلاب بين الكوع اليد مع كف اليد فيه أورلاب أنساها مرات بأنه وائد وائد فيه معلومات إن شاء الله رح نوصل للوقس سايكل وراح تعرفونها شلون يعني وائد وائد حلوة الوقس سايكل فيها 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 برينسبولز كثيرة يعني فيها يمكن ستة أو سبعة من المبادئ يعني مع بعض أو يمكن أكثر أكوغني ألم كرثم سبعة لغمة من السياد اي 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 والله اي اي والله لغمة مدامة تجاهات أخرى اي 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 والله اي يالله يالله إن شاء الله إن شاء الله حلو حلو صح لازم نشجع بعض إحنا بعد صح مثل ما يقول أمين لا يجب ان شاء الله اي والله والله صحيح لأنه مثل ما قلت لكم أنا ترى نفسكم نفس مستواكم بالانيميشن يعني توني يديد يعني فإن شاء الله يعني نستفيد كلنا و إن شاء الله ماشي شباب الحين الحين ارفع هذا احطي اللينك على الله يرحمه حبيبي حبيبي يالله مع السلامة مع السلامة